السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخير الحمد لله لباس اليوم في اخر يوم في سنة 2021 جبت لكم وصفة تقليدية هو المقروض بدرت لكم طريقة تقليدية ما مودية في حتى حاجة قمت بيجانبية ثم نريدوا بيجانبية من البراء بعد أن اصبحتهم كما يرون من الجبن والاستمام التقليد وانتظم التجارة من البراء الرجل ومعرفة كما نقولون , وماذا تسقى أنك شوية غالية بسكترها باللوز سوف نضع لكم الوصف في صندوق الوصف المقرض الذي نضعه في السنة وكما نقولون ويضع في الفور نحن في هذه الوصفة المقرض التقليدي نضعه بالتمر وكان هذا التمر لم يكن كم جيدة ولكن هذا هو كائن ومالفع نشري هذا الذي يجيب بزاير هذا هو ملابئ الجي كله هذا هو ملابئ جدا ويجب أن يكون هنا ويجب أن يكون هنا في فرنسا يجب أن يكون الغرس يجب أن يكون الغرس ليس يكون هنا الجزائريا ولكن هذا هو ملابئ جدا اخذت المقرض 200 غرام تمارز مغرفة كبيرة ومعرفة القرفة وكان لديه قوكا وصراحة لديه قوكا ولكن لديه قوكا بقالة لديه قوكا وتضيف السمسم وتضيفه وتضيفه للطمر ولكن لدينا المقرض يجب أن يكون 4 كلا متوسط وتضيفها 4 مغرفة صغيرة الملح إذا شريت تضيف سميد وتضيف سميد متوسط مع الرقيق فإذا سميد ثلاثة كلا وتضيف ثلاثة كلا ثلاثة كلا تضيفه وكلا تضيفه كما رأيت تضيفه 4 كلا متوسط وستضيفه ضيفة 4 مغرفة صغيرة لدينا الملح وخلطنا ثلاثة زبدة وخلطنا زبدة يرتاح حرارة الغرفة لا تضع في بلاصة نسخونة بدأ يخلطيه ونلميه بكاس تع الماء الكاس تع الماء هذا نصف مظهر ونصف تع الماء وإذا تحبي المظهر كثيرا تستطيع أن تضع كيلة كاملة في التخلط هذا الكيلة نضعها ديراكتمو في العجينة نضعها مرة واحدة لا تعجنيها دائما خلطيها غير بيديك أو غير بصبعتك لكي لا تتعجن لك دائما فتة يعني لا تجيك مجمولة لماذا لخطل كنت تعجنيها في القليان أو بعد ما يطيب لك المقروض يأتي لك يابس يعني شرب بزا في الماء ويأتي لك يابس نضعها دائما خلطيها بيديك فرغي كامل كيلة تع الماء شوية بشوية ودخلها في كامل بنفس الكمية يعني لكي تأتي لك عجينة متجانيسة لا تأتي لك كوتي شامخة قبله وكوتي مشي شامخة قبله نكسي دخلي نفس الكمية تع الماء في كامل العجينة تعك وصورتو كيما قلت لك ما تعجليها كما هادك اللي يدير لك ملاخر تخرجها لك عجينة بولة يعني متحاكمة لا خليها هكا مفتتها يعني ماشي حاكمة روحها وهكا ليجيك المقروض تاعك ابنين بزاف ويجيك يتفتت في فمك بعد ما يطيب ومي يبسلكش كامل ويقعد لك مدة أطويلة كما وجدنا العجينة تعنا ويجيك يتفتو في التشكيل حتى تجعلها يرتاح كما وجدو الحربوش الأول الحربوش الأول أو هذا البخم يبوضة تجعلها العجينة تعك ما زالها لم يشربت بزاف الماء لذلك تقدرين تديري في الفاصناج وتوجد المقروض تعك أنا ما عندي طابع تجعل شيء بطريقة تقليدية بيدي كما تشاهدون حتى نعجل العجينة حتى نعجلها كما رأيكم تشاهدون الحربوش الأول وحشيه في الغرس أنا الحشوان أحبها رقيقة ونحبها حشينا كثيرا كما قلت لكم هذا الغرس أو هذا الطمر لدينا كثيرا لا أكسرت شراسي وضعوا كيماجا وشكلها بيدك وإذا لديك الطابع من الأخر تقدرين كما قلت لكم هنا هنا طوابع بزاف غاليين وطابعة ومقروضة لا تشاهدون إن شاء الله كنا في طلب البلاد جزايا إن شاء الله هذه المرة نشري طوابع الذي سأخصني كين طريقة أخرى كين بزاف الذي يوجد العجينة بالمخلطة بالزيت لا يشمخ على مرة بعدها يحكم بالحربوش ويشمخ شوية بشوية أنا هذه الطريقة لا أحبها بزاف لخطر أولا مشارك الطريقة التي تعلمتها وثانيا تخافي ولا حربوش يجيك شمخ على الحربوش يعني لا تستطيع تحكمي في الماء ولا تستطيع تحصل على مقروض دخل فيه الماء بنفس الطريقة لكي لا نريسكي ونحب المقروض التاعيجي كيف كيف كامل يعني الحربوش التاعيجي يتشابه الكاس الأول نفرغه في كامل العجينة ومعلكين نبدأ ندير فورمي للحبات المقروض نشوف إذا الحربوش الدوزيام تكون العجينة تاعي شربت من ماء نقدر نزيد لها ماء مع مازهر ومعلكين العجينة كامل يعني كيف كامل الحربوش تاعي كيلة واربع كيلة اللولة فرغتها في كامل العجينة واربع كيلة فرغتها في الحربوش كيف كيف تطلق الخطر العجينة قدما تشرب الماء واربع واربع كامل كامل الماء في القليان يكون المقروض ناقص ماء تضع ماء لا يشد المقروض يجب أن تتحكم في الماء إذا نقصت الماء يطيب لك يبس وإذا نقصت الماء يطيب لك ننصح لأحد لا يجرب في المقروض أو لا يجرب في المقروض ننصح لا يجرب الزبدة غير كيلة الزيت الخطر الزبدة تكون الحالة بردة تتجمد لك لا يجرب الزيت يبدأ يدخل في الحبات المقروض من أين حبات الزبدة التي جامد تكون مقروض و نقوم بإضافة الزبدة كما ترون كما ترون السميد يبدأ يشرب الماء لذلك نضيف ماء و يضيف قطرة كما ترون لكي لا تخدع و لا يجرب العجين هنا تكون الأعجين لا تكون أكثر لا تكون أكثر من الأم علم العجين لا تكون شعور و لا تكون جميع ساعة لكي تضيف دم مصنع و كما بدنا نكمل الحربوش الاخر نحشيو المقرط بالغرس ونفرميو الحبات المقرط أنا كنفرميهم كثيرا في اللي يقليهم ديراكت أنا لا كنفرميهم نخليهم ثانية يرتاحوا وننصحكم كي تبدأوا تفرميو الحب اللولى بلا ما ترتاح سيوها في الزيت إذا ذابت لكم نقل المقرط لكم تزيد وشمخه بالماء إذا لماذا ذابت لكم في الزيت تعرفوا بلك هذا هو القيس على الماء وكملوا فورميو كامل اللي حبت للمقرط إذا فورميتوه كامل وخليتو حتى اللخر بعد ذاتوا تقليوه ويذوب لكم فلا سيدوا ماش تعاودوا كامل تنحيو الغرس بالعجينة وتعاودوا تشمخوه ونصحكم وجدوا الحب اللولى بارك سخنوا مليح الزيت وحقصيوها في الزيت إذا جاءتكم محكمة ماذا ذابت لكم هذا هو القيس على الماء إذا شفتوا الحب دابت لكم في الزيت عاودوا للحربوشتاعكم من البداية شمخوه بشوية ماء وزيدوه شوية ما ماشي بزاف وفورميو الحربوشتاعكم حتى تضبنوا بلليك المقروض وليس اضبوا لكم في الزيت دوكانايا كيف خليت المقروض الحبات المقروض ارتاحوا 30 دقيقة بدأت نقلي فيهم وكما نقول لكم عشاك فيها كيف تعرفوا بالزيت سخون سواء تضعوا فيهم مغرفة الحطب كيف تشوفوها طلقة الكشاكش تعرفوا بلليك الزيت سخون بعد ذلك سواء تضعوا بلليك الزيت سخون وكما تضعوا للمقروض اضبوا للحربوشتاعكم ثم تضعوا بلليك الزيت سخون واتتعلوها حتى تتحمل قبلوها مرة على مرة قلبوها مرة على مرة بإذن لكم طياب متجانس وطيبوها على زيت سخون بداية أخليوه السخون حتى يتغلى ونقسونه ليس يحرق لكم المقروض يجب أن يكون سخون والعسل يكون بارد لأن العسل هذا السيرو شريته نقص خنته شوية عطرته بالمزهر ومن بعد خليته يبرد بل من عسل المقروض المقروض نضعه في العسل لا نجعله طويل لذلك نعود قلية جديدة نضع المقروض في المقلاء ونحيي المقروض من العسل ونجعله يقطر لكي نحييي زيادة العسل وننصحكم في العسل استعملوا العسل الذي يديره في الدار ولكن لا يجيش تقيل بثاف وخفيف بثاف العسل تقوم بثاف ونصحكم بثافة ونحيي تقوم بثافة المقروض ونجعله يستطيع بثافة المقروض إن شاء الله ستكون عجبتكم الوصفة و كنت شرحتها لكم طريقة مبسطة وتكون سهلة عليكم إن شاء الله و نيزي تيبا طب بنين بل بزاف ديروه كما قلت لكم اللي ماشي مال في طيب المقروط ديروه دياكتمو بالزيت و يجيكم شي ما تخافوش ما يجيكم شي عبس تحكموا باقي في الماء إن شاء الله ستكون عجبتكم الوصفة هذه آخر وصفة لعام 2021 إن شاء الله يدخل عليكم العام جديد بالصحة و نقول لكم تحله في رواحكم المرة الجاية سلام